في مركز لإحراق الجثث في شرق ألمانيا كتب على بعض النعوش خطر الإصابة بالعدوى وخطت كلمة كورونا على أخرى بينما دون على العديد منها تحذير لمراسم جنائزية في هذا المركز الواقع في مدينة مايسن في جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة تكدس كل ثلاثة توابيت فوق بعضها البعض في الصالة المخصصة لأقارب الموتى ويوضع بعضها أحيانا في الممرات بانتظار إحراقها جمعنا 180 طن من الموتى خلال شهر لدينا الكثير من التوابيت المكدسة هنا نقلنا 750 طن من الموتى فليأتي المشككون بوجود فيروس كورونا إلى هنا كي يلمسوا كل شيء بأنفسهم وتواجه المدينة ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات بكوفيد-19 فساكسونيا حيث تقع مدينة مايسن واحدة من المناطق الأكثر تضررا من الوباء مع أنها لم تتأثر كثيرا نسبيا بالموجة الأولى منه الربيع الماضي الخوف لا يفيد في العمل في سني لا أخشى شيئا بعد الآن ولمواجهة هذا الوضع تعمل محرقة الجثث في مايسن بلا توقف 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع مع فرنين لتنجز إحراق 60 جثة يوميا وسجل عدد الوفيات بكوفيد-19 خلال 24 ساعة الخميس رقما قياسيا جديدا بلغ 1244 واربعا واربعين